عنها ربما نتعرض له لاحقا ولكن الانتخابات وقانون الستين لماذا لا يمكن الضغط باتجاه النسبية لبنان دائرة واحدة من خارج القيد الطائفي هذا ما يقوله الطائف الجواب ألم يقف الوزير وليد بيك جنبلاط أمام القص الجمهوري وقال بالفهم الملآن أنا لا أريد أن أذهب في المساحات الكبرى وعندي خصوصية أرجو احترامها ألم تقف طائف السنة لا يريد أن يذهب كوليد جنبلاط وليس كطائفة الدروز يعني هناك فرق استاذيلي هذه إرادة الطائفة الدرزية بمثلها هو وحتى وليه بارح الاستسطلاء الأرسلين وأنا بوجه له تحيي أعلن تأييده لقانون اللقاء الأرثوذكسي وقال أنا ما عندي من يمشي فيه طيب ألم تقف الطوائف الشيعية والسنية بأمه وأبيها بما تمثل الثقل التمثيلي فيها وقالوا أننا خصوصية ملنجو احترامها قالوا نحن معنا مينع بالنسبية سواء كان مين قال معنا حزب الله وحركة أمل قالوا معنا طائفة السنية الكريمة الممثلة بقواها قالوا معنا مينع قادرين يجيبه قادرين تأمني أكترية أنا أمني أكترية بمجلس النواب لهذه الطوائف لهذا القانون اللقاء بتحكي عنه وأنا معك أما لا بتأمني قانون للأنون اللي أم تقول يا حضرتك فيه ولا بتخليني أعالج المرض عبر خلق الأنتيبيوتك تبعه أني دس المنطق الطائف ضمن الطوائف وإخرج نفسي من دائرة الصراع بتقديلي خليك عنون الستين وخليك مستدبع ومؤمنش لا بطبع لا بطبع في ظل عدم قدرتك أنك تغيري عنون الستين إلا عن طريق اللقاء الأرتودوكسي إذا توفرت الإبكانية لأنه معقول ما تتوفر شو بتعملي بتترك شماعة المسيحية في لبنان مستنفرين وأهدين مستدبعين ومهمشين لأرد خاطر كم شخص شاء أن يكون لنيني النزعة خطوطان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء وبعدين عدوا ببيوتكم ما تشتغلوا شو الحكي ده نحن معنا مانع أيضا أن تكون هناك شريحة علمانية تمثل على قاعدة حص كطة معينة حتى في قانون اللقاء الأرتودوكس يعني أجلس النياب المليء بالكطات يعني كطة نسائية دعني فقط أنتقل إلى حدث الأجنب أستاذ إليس ثم نتابع بعد أن نقرأ بعض الصحف الأجنبية في الفيجارو الفرنسية جنود فرنسيون يلتقون مقاتلين سوريين وفي ديلي تليغراف المتمردون السوريون يستعدون للهجوم على دمشق وفي الول ستريت جورنال تقول إن صفقت الصواريخ التركية تمضي قدما لكن بحدود إلى أبرز ما جاء في الصحف الأجنبية الصادرة اليوم نتابع جنود فرنسيون يلتقون مقاتلين سوريين التقى مستشارون عسكريون فرنسيون خلال الأسابيع الماضية مقاتلين من المعارضة السورية بهدف الاطلاع على وضع الحراكي هناك تحضيرا لشحنات السلاح التي قد ترسل إلى سوريا مسؤول في المعارضة قال إن اللقاء الضم مسؤولا عسكريا من الجيش الحر وخبراء فرنسيين في منطقة تقع بين دمشق ولبنان الخبر جرى تأكيده من قبل عسكري فرنسي حتى الآن اقتصر عمل عناصر الاستخبارات على الكواليس عبر تركيا ولبنان مصدر من المعارضة قال إن الخبراء الفرنسيين يسعون إلى معرفة طبيعة عمل وقدرات كل فصيل من المجموعات المسلحة الفرنسيون ليسوا وحدهم من التقى المتمردين عبر لبنان وتركيا فبحسب المصدر المعارض أرسلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة خبراء ومستشارين للقاء المعارضة وولستريت جورنل صفقة الصواريخ التركية تمضي قدما لكن بحدود وفق مجلس الوزراء الألماني على نشر بطاريتي صواريخ باتريوت في تركيا وسط مؤشرات تدل على أن أنقرة لن تحصل على صواريخ تغطي كامل حدودها كما طلبت قرار مجلس الوزراء هذا لن يكون نافذا من دون موافقة البرلمان من جهتهم قال دبلوماسيون غربيون أن الولايات المتحدة ستزيد بطاريتين إضافيتين مصدر مشارك في المحادثات أفد أن تركيا كانت قد طلبت نشر 15 بطارية على طول حدودها مع سوريا وقال دبلوماسيون غربيون أن أولى البطاريات قد تستغرق أسابيع قبل أن تصل من جهته رأى الخبير العسكري التركي صالح أكيوريك أن نشر الباتريوت خطوة رمزية لأنه لا يحمل حدود كلها لكنه يمثل تحذيرا لسوريا ديلي تيليغراف المتمردون السوريون يستعدون للهجوم على دمشق تستعد المعارضة السورية المسلحة لتنفيذ خطة ساعة الصفر التي ستهاجم من خلالها العاصمة دمشق وسط مخاوف من الدمار الذي قد تخلفه حملة كهذه وفي الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة على مشارف دمشق قال محلل للصحيفة إن القتال سيخيب أمل الطرفين مدير مشروع برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمة الدولية بيتر هارليغ قال للصحيفة إن دمشق قد تتعرض لدمار كامل النظام متحصن على نحو جيد في بعض النقاط المحورية في دمشق والمعارضة غير قادرة على تقديم رؤية سياسية واضحة للمستقبل أو تقديم مخرج لمقاتل النظام هارليغ حذر من أن الهجوم على العاصمة قبل توحيد صفوف المعارضة السياسية لن يؤدي سوى إلى حمام دماء وإخفاق عسكري استاذ إليل فرزلي جنود فرنسيون يلتقون مقاتلين سوريين على الحدود بين لبنان وسوريا ماذا يعني هذا الخبر؟ ماذا يعني من هذا الخبر الذي بثته جرائد العالم بالأنس حول مجيء حول مجيء وطبات استخبارات لدراسة طبيعة الفصائل التي تعمل على الأرض هذا أمريكا أمريكا على الحدود بين تركيا وسوريا أنت بتصدق في غير أمريكا كله يشتغل عند الأمريكيين كل ما عاش فيه دول بالعالم من هاي الغرب ولكنه كمان يتحدث عن دور فرنسي متقدم على الدور الأمريكي أمريكا أمريكا ما فيه شيء سويد دور فرنسي فرنسا فيه حاسي أنه سايك سبيكو أبطير من تحته لمصلحة اتفاق أمريكي روسي ونظام إقليمي جديد بده ترتب أوضاعه بشو الموضوع أمريكا 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 الأساسي هاي دي أم بيدرسوا طبيعة الفصائل تحت أنوان تعميم ثقافي بلشت كنتم برح بالاجتماع بينه وبين لفروف بوجود الإبراهيمي عكست هذا الجو حول مسألة طبيعة الفصائل التي تقاتل على الأرض وبدأ معرفة الجينات تبعهم لجهة المسألة التوجهون السياسي وعقائدتهم عما إذا كانوا ينتمون إلى القاعدة وجبهة النصرة أم لا كل هذا تمهيد لشيء ما سيحدث وهو بدء تحلل بعد أن يتم الاتفاق من هذه الفئات جميعها من هون بقول لك شغلي كل هذا الحراك الذي يتم لم يعد له أفق سياسي حتى رفع مستوى الحديث عن باتريوت وأليكساندر كله لتبرير الاتفاقات الفوقية ورفع وطيرة يتم الحديث عن باتريوت ولكن بحدود طبع أي باتريوت الباتريوت بدأ باتريوت سوريا هلأ أنا بدي أتنع أن تركيا كدولي بحاجة لصواريخ باتريوت لتمنع الصواريخ سوريا هذا قتال يتم بين سوريا موارد الحرب بين سوريا وتركيا هذه الباتريوت وغيرها وأليكساندر كلها لرفع مستوى الجهوزي للمفاوضات الدولية والإقليمية التي ستتم حول الواقع الإقليمي الجديد الذي ستنتجه المنطقة أنا أعتقد أن مسألة سوريا مسألة سوريا بلغت نهاياتها ارتفاع وطيرة الصراع المسلح قد نعيشوا في الشهرين القادمين ولكن من بعد الاتفاق الأمريكي الروسي الذي كان قد تم في المكسيك كان عكس في مؤتمر جنيف وأعاد تأكيده بالأمس الاجتماع الذي تم بيلفروف وكلينتون سنشاهد فصوله قادمة لمحل بأي شكل سوف يترجم على الحوار ومن ثم الذهاب إلى كي يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه عبر صندوق الاختراع 2014 انتخابت في العام 2014 يرشح فيها الرئيس بشار غمزت بالأمس من قناة الأمس لكنها أصرت في السابق روسيا أصرت في السابق ما حدا بقدر يطلع حدا أصرت بارع بكلينتون غمزت من قناة بدء القبول بأن يكون الرئيس الأسد هو أساسي في العملية الساسية بالنسبة لهؤلاء المسلحين انتهى الوقت ونريد عليك أجوبة سريعة مسلحين مرتبطين بالدعم اللوجست الخارجي وقت يتم الاتفاق الخارجي وقت تساكري جبهة 880 كم بعد تركيا وجبهات الأخرى انتهت العملية وتسد ربما الأموال كيف ينعكس على لبنان يعني عندما كما يقال عندما تغيم في سوريا يعني لابد من أن تمطر بين جبل محسن وبيب التباني في لبنان كنا ندلل ليس بس جبل محسن جو اللبناني جو لكن فيه بشكل قصف مسلح طبعا تفع التمن هوني لا شك أنه كنا نتمنى لبنان أن لا يكون ممرا ومقرا لعوامل عدم الاستقرار خارج سوريا لا ذيابا ولا يدبا ولكن لسوء الحص شاء البعض أن لا ينأى بنفسه ويتورط ولم تستطع الحكومة أن تترجم شرعار نائب النفس على الأرض ميدانيا فكانت الأدراض والتدعيات لعكاسة على الساحة اللبنانية وهذا ليس بالأمر الجديد كانت في الماضي البعيد وهي اليوم سوريا جزء من عملية الوفاق والاستقرار الوطني استمعت إلى رد النائب عقاب سقر على ما ورد في تسجيلات التي نشرت في الأسبوع السابق لم أتمكن صحيح بالحقيقة كنت مجهول لم تستمع إلى الرد على كل حال كنا نود أن نستمع إلى رأيك يعني الأخبار اليوم وضعت له عنوان معانا حليب معانا بطنيات كونه يقول أنا يعني لا أتعطى إلا بحليب الأبناء والأطفال الصغار في سوريا وموضوع الأغطية من أجل البرد معانا بجين قوي حليا فقط الحليب على كل حال دولة الرئيس السابق نائب الرئيس السابق لرئيس المجلس اللبناني إلي الفرزي شكرا جزيلا على حضورك وعلى المعلومات التي أفتنا بها نشكر الزملاء في فريق الإعداد والإنتاج جينان جمعاوي وفاطمة ظاهر وإلي حنى وحسين شمعون وعلى الإخراج بيترا أبي نادر ولكم مشاهدي الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة